اشتركوا في القناة اليوم هيك ساعد حب يكون معنا بأول صباحاتنا بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في السنة المجديدة. أنتوا بقال في خير يناعد عليكم يا رب. تخبرنا كيف كانت الأجواء السهرة. صارت مع العيلة مع الأصدقاء؟ الأكيد مع العيلة يعني نحن صارنا هلأ كذا سنة يعني أنه دائما السهرة هي مع العيلة مع العيلة الصغيرة خاصة بهذه السنين هاي اللي مرأت يعني ما عاد بقى في هذا المزاج متل أول. يعني هلأ أكيد تلتقي بأصدقائك أحيانا. هنا كانوا كمان صاروا جزء من عيلتك يعني أنت كل حدا بيكون في عندهم مثلا ممكن يكون عائلة أو اثنين بلتقي معهم بسهاك. يعني صاروا هنا جزء من هاي العائلة. كل واحداً بيحاول يعمل عائلته الخاصة بمن هاي الظروف هاي الحياة اللي عم نعيشها. حتى يمكن من خلال عملك اليوم هي فرصة لإلك وقت بيكون عندك بريك لتكون مع عائلتك مع أصدقائك يعني بجوز أنتم تنتظروا وقت بيكون عندك بريك لحتى تعيش هاي الأجواء. أدا هيك اليوم الفنان بيفقد لهاي القصة؟ هلأ للأمانة هي السنة ولي كان فيه كثير أوقات فراك. ليه خبراً. أو بالأحرى السنة اللي مضت يعني إن شاء الله هاي السنة لأ بتكون مختلفة. إن شاء الله. بس بشكل عام يعني نحنا بالعادة وقت البريك تبعنا هو بيكون بشهر رمضان. يعني هي هذا الوقت اللي هو أكتر شيء ممكن تتفرغ فيه للعائلة وتتعيش معهم بشكل أفضل يعني تكون جزء من الأسرة. نحنا بالأيام العادية غالباً منكون خارج المنزل حتى وقت نكون بالبيت فهي أنت مشغولة زينك دائماً مشغول بالتحضير بالقراءة أو حتى أحياناً بالصفن يعني بكوني عم بتفكري بشي شو ممكن تعمل. واليوم ما إلى 2024 أخذ حيز من تفكيرك ببدايات جديدة كونه هيك نحنا عم نقول اليوم نحنا مفروض هذا التغيير يبلش من أنفسنا يعني دائماً نحنا نقول يا رب هاي السنة تكون خيرة علينا ولكن إذا رجعنا هي أرقام وعم تقلب بحياتنا يعني وعم تنقس من أعمارنا من أحلامنا من أهدافنا بالنهاية. هلا هي ما حدا بعتقد واحد عم بفكر أنه عم تنقس من عمره بقدر ما عم بفكر أنه هو كيف بده يقدر يقدر يقدم شيء لعائلته يقدم شيء لأولاده يقدم شيء خلينا نقول حتى بشكل عام لمجتمعه يعني بعد عمره معين بصير ما عد بتفكري أنت بحالك بشكل شخصي أنه أنا شو بدي أعمل إلي أنا بصير واحد دائماً بفكر شو بده يعمل للغير لعائلته أهم شيء أكيد يعني هاي الفكرة أنه أنا شو ممكن أترك لون شيء لقدام كيف ممكن أسست لون شيء أفضل وصح أكثر دائماً في فكرة أنه أنت عم تناضل خصوصاً بهذا الظرف طبعاً يعني هذا الظرف هو هي بكل الظروف دائماً الأب والأم هنا بناضلوا لحتى يربوا هاي العائلة بأكيد بظروف صعبة مثل هذه الظروف خاصة وقد يكون محيطك كمان تعبان يعني بحاجة إحنا لكلمة نحنا أكثر شيء ما نقدر نقدمه هو الكلمة صحيح فمنحاول قدر الإمكان أنه نكون صادقين بمشاعرنا وشو منقدر نقدم نقدم؟ نقدم أنه خلينا نبعد شوي عن المهنية ونفوت نعرف الناس على ساعد على عيلتك أولادك أنا عائلة نحن أربعة أشخاص أنا ورنة زوجتي وسارة واستفاني سارة صف حالي عشار استفاني صف سابع كثير مثل ما حاول جد ما ه forests كثير كثير محبهم بنات a blank إني جانبه administered by his обычно بنات بني يعني زروف بس أكيد هني عايشين بالنهاية يعني هني وعيين من اللحظة الأولى يعني خاصة أنه أعمارهم هني عاشوا الحرب يعني هني وعيوا فقط سوريا حرب فدائماً منحاول نحنا نفرجيهم شي الجميل بسوريا الشي اللي نحنا عشنا كيف عشنا طفولتنا وشبابنا دائماً منحاول نوصلهم هاي الفكرة أكيد هني بيعيشوا أحياناً بحالة ما بيقول تخبط بس يعني أحياناً وقت نحكي لهم عن كيف عشنا نحنا بحسونا عايشين نحنا بالقرن الماضي نحن متأخرين نحن أديمين نحن نحن كثير أديمين كثير أبيض وأسود يعني بيقولوها ساعد بيقولوها هاي كل أولادنا عن جد يعني ايه بيتفاجأوا يعني هني أحياناً في جهلات الحدي يعني وقت بقلهم شي بيقولوا لي مقدمك ايه يعني خاصة هلأ السوشيل ميديا لأنه هذا التطور الفضيع اللي صار وهني حياتهم كلها هي السوشيل ميديا انتي بتحاولي تربي بس في مجتمع وفي هذا الجهاز دي هو الموبايل هو للأسف عم بيكون مسيطر عم بيربي بتحس مع العائلة هو عم بيربي فأنت بتكوني في بزري أنتي عم تحاولي أنه تزرعيه ضمنون لهدول الأطفال حتى يقدروا يميزوا الصحة من الغلط قدي اليوم متعلق بالبنات بيقولوا دائماً البند ضرت أمه فاليوم عندك نجمتين الله يحميهم يا رب قديش بتحس أنه في علاقة روحانية بينك وبينهم هلأ أكيد هلأ بعتقد أنا كان بنات ولا صبيان ما بعتقد بيفروق كثير الموضوعين بالنهاية هدول مسؤوليتك صحيح يعني أنت مجرد أنت جبتين على هاي الحياة فهدول مسؤوليتك أنت ما فينك أبداً تقصري معهم بشي أماني بالنهاية هنون أماني أماني وما بعرف هيشو ممكن التعبير اللي ممكن يكون هدول أنت جبتين على هاي الحياة فأنت مسؤولي عنهم تربيهم بأفضل ظروف صحيح كونك ذكرت ساة سعد التطور اليوم هذا التطور أيضاً خلنا نقول انتشر بشكل كتير كبير وأثر على الدراما السورية اليوم يعني صارت الأجهزة الذكية هي أثر على أنه نحن نحضر تيفي أو نحضر حتى المدة يعني اليوم إذا بتفوت بدك تشوف مقطع فيديو بتشوف نديته كتير طويلة بتوقف وبتقلب على شيء يعني اليوم الدراما السورية نحن ما فينا ننكر أنه كانت بوقت ما تقلقت بشكل كتير كبير أيضاً لهلأ ولكن ما مثل الماضي يعني اليوم بيرأيك من خلال خبرتك ومجالك اليوم شو أهم شيء يأثر على هي الدراما أكيد سنوات الحرب كان إلى دور كتير كبير أيضاً سنوات الحرب إلى دور كبير بس كمان بالنهاية نحن كتير أثرنا واستسهلنا وتحججنا بالحرب يعني هي هي كمان مشكلة تانية هلأ الحرب هي ممكن تكون أسريت لنفترض خمسين وستين بالمئة إذا ما نعتبر هذا خاصة بمجال شغلنا بس نحن استسهلنا الموضوع ونحن بنفس الوقت إجتنا حجة وإجتنا مثلا بقولوا شماعاً علق عليها أحياناً فشلنا أحياناً استسهلنا للشغل حجة عدم التسويق وا 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 أكيد المنتجيين معهم حق بجانب معين بس أنت كمان فينك تشتغلي شي محترم وفيها صار منصات متل ما حكينا أنه الناس صارت عم تتابع يعني ما عد كتير بقى عندك أنت مشكلة التسويق للقنوات بقدر ما أنت يكون مرتبطة بشي إلو علاقة باليوتيوب والمنصات وهي صارت تصدر الدخل الأساسي بقيت للإنتاج فأنت مشكلة دائماً أنا برجع أنه فينا لأحنا قد نحل مشاكلنا بعدين ممكن ننتقل للمشاكل التانية ما معقول أنا دائماً أتحجج أنه والله الحصار واواواواواوا وأحنا علينا ضغط طب أنت عملت اللي عليك أول شي عمل اللي عليك بعدين فكر كيف ممكن تخترق هذا الحصار إضافة لهيك أنت في عندك قنوات بالخارج ممكن تسوقي لها بس يكون عندك منتج جيد أقل ما يمكن المسوق يكون في مادة جيدة معه لحتى يقدر يدافع عنك ويقدر يقدمها برة صحيح بس انت وبتكون المادة سيئة وبيجي بيقول لك بعدين والله الحصار والحرب أكيد إلى دور بس نحن ما عملنا اللي علينا طيب من خلال كلامك يعني إذا بنا نقارن أو نحط اليوم شو أهم نجاحات الأعمال الدرامية ما بين النص الرواي والممثلين وشركة الانتاج من العنصر الأهم اليوم اللي بيكون هو الأهم بنجاح هذا العمل هلأ أكيد هني كل العناصر مهمة هلأ أول شي الورق مثل ما بيقولوا بس أحيانا بيجيكي ورق جيد بتصدّاله مخرج غير جيد وشركة انتاج بخيلة فوقع النص يعني خلاص هذا الورق ما عدد له قيمة فأنت كلها هاي بالنهاية مترابطة مع بعضا ما فينا نفصل شي عن شي خاصة هلأ أنه انت بهذا العصر انت كتير ضروري العمليات الفنية صارت كتير مهمة انت لازم بكون ديك كاميرات متطورة مفهوم الصوت كل شيء صار هو أساسي الأكيد الحتوتة اللي هي هذا المفهوم البسيط هي اللي بتلعب دور يعني انت لو كان عندك هاي التجهيزات الكبيرة وتحتوتة تافها الناس ما بتنتبه له بس انت كتير في حاجة هلأ لتكوني عم تواك بهذا التطور وحتى تقدري كمان تخترقي الخارج فيه هل اليوم العمال السوري خلينا نقول انه أصبحت التريند بهذا الزمن؟ بعض الأعمال للأسف نحن التريند عندنا دائما مفهومه سلبي بمعنى أستاذ؟ يعني انت دائما بيدوروا على السلبيات وبيكبروها بشكل كتير كبير وبيلعبوا على هذا الخط يعني انت ليش ما بيكون التريند إيجابي؟ يعني أنا إذا أثناء هذا اللقاء حكيت شي كلمة مسيئة أو نلت من حدا بشكل سيء فبتلاقي بصير تريند بس أنتوا بتحكي بشكل منطقي أحيانا ما بينسماع هاي الجزءية؟ بتلاقي ما بيكون تريند يعني دائما عم يتكرس هذا المنطق وهذا الشيء ما نوعبسي هذا الشيء كله مدروس يعني ما تخيلي أنه بره بالنهاية نحن أغلب حربنا اللي مرينا فيها خمسين بالمئة منا هو حرب إعلامية صحيح وهي عم نعاني منا نحن من بدايات الألفينات يعني يعني هي ما نبس هلأ الحرب اللي صارت نحن من بداية الألفينات نحن عم نتعرض لهذا الشيء وعم بهيئونا لهذا الشيء طيب اليوم أستاذ سعد من خلال خبرتك وخليني أقول لك كمشاهد اليوم وقتل أنت بتفتح تيفي وبتقلب بين الفضائيات يمكن نوقف عند مسلسل سوري قديم اليوم يعني أنا حدا بحضر ابن الوهاج عندي استعداد أرجاع عيده مرة وثانتين وثلاثة يعني أكيد كان في أساسات لهذا النجاح اليوم حتى الناس بتقولك نحن منحب الأعمال الدرامية الأديمة أحسن من هلأ ملاقي أجمل مع أنه اليوم شركات الانتار جدا ضخمة اليوم عم يكون في ضخ ببعض المسلسلات بكتير من خلينا نقول ماديا يعني ولكن الناس بقيت متعلقة ومن هذا الباب أنا بدي أدخل على مفيد الوحش وعلى الثلاثة وتسعين على هذا الزمن الجميل اليوم كان مفصل بحياتك هذا المسلسل خلينا نقول ويمكن حدد مسار عملك أو اختيارك كنت تعشق البحر فصار كانت صدفة القصة يعني هل هي كانت صدفة القصة وبلشنا ولي حكيت عليها هي أكتر مرة يعني حكيت عن هذا الموضوع بس بيجي على موضوع الأعمال الأديمة وشركات الانتاج حتى زبدي حكي عنها كمان هي صارت الأعمال هلأ اللي عم تنتج خلينا نقول أغلبها مشان ما نظلم هي أعمال كمان نجي لفكرة التريند أو هي عبارة عن بوست فيسبوك يعني انت مثل البوست اللي بينزل على الفيسبوك تلاقي الناس بتشوفه وتضوج عليه يومين ثلاثة وخلاص كمان هي الأعمال بتلاقي أنه برمضان عملت هي البروباقندا عملت هي الهمروجة عملت هي القصة تبعها خلاص رمضان ما بعتقد الناس عندها رغبة أو بيخطروا ببالة ترجع التابعة مرة تانية بالمقابل أنت في كتير أعمال قديمة تلاقي الناس ترجع التابعة لأنه هي في شي حقيقي بيلامسك بشكل حقيقي الناس باللاشعور بتروح على الشي اللي بيمسه من جوه العاطف القشور ممكن أنت بتلفت لك نظرك بلحظة بتطلع على هذا الشكل بتحبي وبعدين خلاص بس دائما في شي جوه في شي غريزي بشدك أنت للشي الحقيقي في شي فطري بهذا الموضوع مشان هيك الأعمال القديمة بتلاقي هلأ يعني حتى في كتير قنوات صار بتفتح جديد أول شغلة بتعملها بتصير بتجيب هاي الأعمال القديمة بتعرضها جهد من الناس صحيح أنه كم أكبر من المشاهدين إلى فنحن للأسف كمان نحن هاي الأعمال اللي عم تنشغل هلأ هي عبارة عن فقاعات أوكي بتصلت ضوء على شي معين بس تقلاص لأنه ما في شي حقيقي مية بالمية أكيد نحن مطلوب مننا نضوي على بعض النقاط السلبية ببلدنا أو بأي مجتمع كانت بس نحن ما معقول نضوي بس على السلبي الآن السلبيات كتير أكيد بس كمان في شي حلو يعني لطالما نحن قاعدين هون وفي هاي الشجرة وفي الشباب وعايشين وهي فمعناها أكيد لسه في شي حلو وفي شي بيستاهل إنه نحن نستمر صحيح طيب خلينا هيك نرجع للمفيد الوحش اليوم هدا تنبسط وقت لحدا هيك بتذكرك من خلال هيئة الشخصية طبعا أكيد يعني أنا بالنسبة إلي هاي بيعتبر هو هذا أهم دور أنا اشتغلته يعني هو استثنائي كان بالنسبة كان من رواية والدك الله يرحمه يعني يا حنمين الإصداد الكبير دي أثر فيك بوقتها دي أعطاك يعني أنت حضرتك ذكرت وقت سألتك عن حياتك الشخصية أنه أنت اليوم عم تأسس عندك رسالة مسؤولية تجاه هذول العيلة واليوم أيضا والدك كمان حملك رسالة مشيت فيها بحياتك شو أكتر شي أثر فيك بهي الوقت هلأ أنت هون بلشت تدخلي بالمفهوم العملي والحقيقي أكتر يعني الموضوع ما عد بمسك أنت بشكل شخصي يعني أنت مثل ما طلعت على هاي الشاشة فأنت بتحملي مسؤولية أنت عم تتوجهي لجمهور عم تتوجهي وخاصة وقت بيكون الدور بيلامس فئة عمرية صغيرة يعني هون بيكون مسؤوليتك أكبر أنت يعني دائما بدي أتوجه للطفل أو المراهق بداية المراهقة أو هذول هي المرحلة العمرية هي مرحلة كتير خطيرة فأنت قد تتوجهي لها بشكل كتير مدروس وكتير صحيح ما بدك تلقنية التلقين بنفر يعني دائما قد يأتي حدا بيعطيك درس وبيلقنك فأنت بتنفري العفو بأفضل أنت دائما بدك تحاولي توصلي فكرتك بشكل عفوي أنه هو يتشرب شوي شوي هلأ ممكن ما من أول عمل أنت هاي موضوه هي حالة تراكمية فدائما التوجه لهي الفئة العمرية هي صعبة وهذا الدور كان بالنسبة إلي هو التوجه لهي الفئة العمرية كان خيار لإلك مع مجال عمل آخر كان في مجال بين عمل الدراما والبحر نتكرنا كنت من عشاق البحر تمام أكيد فأنت رحتي هون بهذا المكان صار تقييمك وما أنت بقيمك شخصك أو عائلتك صار تقييمك له علاقة بشارع وجمهور صحيح وهون ما في مجال للمحاباة يا جيد يا غير جيد ما في يقول لأنه أول مرة أنا دائما هاي كتير بدأي علي إنه يلا معلش أول مرة مرؤولة لها أول مرة بتقعد ببيتك حبي بيجرب ببيتك حط كاميرا قديش لو حلو هالفهوم يتعمم على كل تستويات عمل حط كاميرا وتفرج لحالك وعمول لحالك وقعد أنت والبابا والماما اللي بيحبوك وينبسطوا فيك وقدك تتجي لناس لشارع ما في شي اسمه أول مرة صحيح يمكن صورة الأولى بتنطبع بأذهان الناس يعني ولهيك اليوم يعني هاد الشخصية مأثرة به هداك الجيد يعني هاي الشاشة هي كتير خطيرة نحنا كنا بهاي الشاشة الكبيرة اللي هي التلفزيون هلأ اتجهنا صرنا نحنا بهاي الشاشة الصغيرة اللي هي الموبايل انتي هون كل شيء عم ينبنى من خلال هاي الشاشة فهي ما فيها مزح صحيح وما فيها غلط ما بيصير غلط هلأ أكيد ممكن يصير أحيانا بعض الأخطاء هذا الشيء أي حدا بيشتغل بصير فيه أخطاء بصير فيه هفوات بس نحنا ما بيصير أنه نحنا دائما نستسهل هاي النقطة كتير مهمة بشغلنا كيف كان انطباعك الشخصي على هذا الدرون فيه ناس كتير بتسأل هل كان المرشهد حقيقي بوقتها ما في شيء مكان حقيقي كيف كان عندك هاي الجرأة بهذا العمر أنك تخوض هاي التجربة يعني؟ لا بهذا العمر ايه بيكون عندك هاي الجرأة عمر المراهقة بتحس طبعا هذا العمر يعني دائما بيكون في جرأة في كتير حسابات انتي ما كتير بتحس بيها يعني فبتلاقي الواحد ممكن يعني نصور مشاهد صعبة كتير ما يعطي لهم نتائجها ما يفكر بي انه هاي بتأذي ما بتأذي يعني في كتير امور تختلف اكيد العمر هلأ تجي تقليلي هلأرجاع عيدة يعني اكيد بصفون كتير قديت للعشرة قبل ما تعمل طيب ساعة اليوم وقت اللي منذكر هيئة الشخصية يعني نحنا بديلين منروح لحمام القيشاني وايضا هو اخذ حيز كتير كبير من شخصيتك ومن حياتك بأجزاء الخمسة ولكن كان اليك تصريح انه هو حمل رسالي عن سوريا شو اهم الرسالي اللي حمل بها ديك الفترة هو حمل سوريا هو قدم لك سوريا يعني انت كتير وبعتقد عمل مثل هذا ما ممكن ينتجو كان غير قطاع عام مثل مصار دائما القطاع الخاص بخاف يدخل هيك تجارب ممكن احيانا يمرق بعض الخطوط الصغيرة ببعض الاعمال بس القطاع العام انه يتصدى لعمل مثل هذا وهي كانت يعني هاني الروماني هذا كان مشروعه الله يرحمه الله يرحمه يعني بتذكرك اننا عم نصور الجوارح قالي انا في عندي عمال خمس اجزاء يعني اللحظة الاولى هو مقرر خمس اجزاء نحنا ما نبلش فيه نحنا ما نقدم سوريا صحيح كيف كان وحتى كان هو متخوف رقابيا للامانة كان كتير فيه تسهيلات نحنا حتى في بعض المشاهد كنا نصورها مرتين يعني خاصة المشاهد اللي هي العلاقة باجتماعات الاحزاب نحظوا في شي ونقدم نصورها مرتين مرة يكون المشهد كامل بكل تفاصيله بكل نقاشاته الحزبية اللي تصير اللي علاقة بالاحزاب الموجودة بادي كل فترة واحيانا ونرجع نصور المشهد بشكل مختصر إذا رقابيا فيه أي مشكلة أنه خلاص نشيل هذا المشاهد نحط هذا كان كتير فيه تساهل بهذا الموضوع وكان كتير فيه تفاهم لهذه القصة وأنه أنت منرجع لفكرة أن القطاع العام دائما هو بيقدر يتصدى لهذه الأعمال الكبيرة للأسف هلأ ما بعرف شو صار هل فينا نقول يوم شركات الإنتاج الخاصة يعني كان إلى الدور الأكبر بانتقاء حتى النص يعني أو تغييره ببعض المطارح بس أنت القطاع العام هو الأساس يعني أنت كل شي عندك تلفزيونات تقريبا بالوطن العربي قسم كبير مننا اللي أسسها أن الشباب اللي تخرجوا من القطاع العام السوري اللي تخرجوا من التلفزيون السوري أنت التلفزيون السوري هو من الستينات من بداية الستينات موجود هو تلفزيون عريق فنحن حرام ما نستمر بهذا الموضوع نحن لدينا كل الأسوس لحتى نكون بالدرجة الأولى ليش حتى ما نكون صحيح طيب أستاذ سعد هكي اللوقت يمضى معك بشكل سريع خلينا ناخد أكبر كم من التصريحات من حضرتك اليوم الأعمال الشامية وتواجدك كأفية وهل في شي تحضيرات جديدة على رمضان نحن يعني أشهر قليلة بتفصلنا عن الشهر الكريم هلأ حاليا في عمل أنا هلأ أم صور اسمه سمان الخياني عمل اجتماعي للأطيف متعب شوي بس ماشيين ما في شي تاني واضح يعني لسه هلأ في حقي مع أنه نحن باقي تقريبا يعني فينا كتاعة تبري معنا وقت فقط شهرين ونصف لرمضان في هاي السنة في شوي انتماش من شركات الانتاج ليش اليوم في ضخ بيكون أكتر بالعادة هيك هلأ كمان بترجع لمشكلة التسويق ومشكلة الحصار يعني نفس هاي القصة شو الشروط ممكن هلأ بتاعي بين يوم ويوم بتنحل الأمور بيبلش الركض نتفاجأ أنه رمضان جاي بتقريبا بنص ثلاثة في اليوم هيك بسؤال أخير شخصية حابب تكون موجود فيها يعني هي خلينا نقول يعني حلمك اليوم أنه أنا تكون بهاي الشخصية هلأ دائما أنا بقوله قد نسئل أنا بحب شخصية جيفارة يعني هاي الشخصية أنا دائماً هلأ ما ضروري هي تتقدم هي بس أحيانا ممكن أنت تقدمي شي قريب من هاي الفكرة صحيح يعني فكرة أنت دائماً تلامسي هذا الشعب بيشبهك اليوم من جوة هذول ناس بتمنى يعني بتمنى يعني أنا بعمل جهدي بس هي في شي أحيانا محسه مفروض هذا يخلق معك بالجينات صحيح ونحنا كمان نتمنى لك سنة كتير حلوة عليك وعلى عائلتك الصغيرة وعلى عائلتك الكبيرة سوريا دائماً هيك نحنا أمنياتنا واحدة مثل ما أنا بهاي الظروف يعني لسان سوريين واحدة اليوم إذا ما هيك حبيت تترك إليك الهواء بأمنيات كان على الصعيد الشخصي أو على الصعيد العام ببداية السنة الجديدة الآن الصعيد الشخصي ما في شي كتير يعني هو دائماً مربوط بالشي العام يعني أنت مثلاً بقول وقت بعمل خير بعمع الجميع يعني دائماً كل سنة نحنا منتأمل يعني مع أنه مثل ما شايفي حواليكي الدنيا شاعلي يعني نحنا ما زلنا جواة هاي الحرب رماد صحيح نحنا لساتنا داخل الحرب نحنا لسا ما خلصنا حربنا يعني هاي الحرب ده تخلص أكيد متمنى تخلص هاي السنة أو السنة الجاية أو السنة الماضية هم تخلص قبل ما نخلص لا أكيد ما بنخلص يعني نرجع نرجع مثل ما كنا زمان يعني اليوم فقدنا فقدنا هذا الحساس الحلو أنه نحنا عم نرد عم نعيش لحظات السعادة من قلوبنا كمان مظبوط بس بنرجع منقول أنه نحنا يمكن لحقنا زمان حلو جميل نحنا منقدر نضل عم نتغنى فيه بس نحنا دائما نتمنى هذا الشيء مش عن ولادنا مش عن هذا الجيل الجديد اللي طالع أنه هو يكون في عنده أهم شيء إحساس بالمسؤولية يعني نحنا نرجع لنفس الفكرة بدنا نبلش من نفسنا من جوه أكيد ونحنا عم نتشكرك بدورنا لحضورك الجميلة اللي زين الصباح الأول بال2024 تمنياتنا للك بهذا العام يحمل كل شيء بتحبه بحياتك وتحياتنا للعائلة أكيد شكراً السعادة لحضورك شكراً كتير لكم وبشكركم كما أنه خليتوني تكون معكم بأول يوم شرف لأنه